تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من سلبي أوروبا وعن دور السوبر الأوروبي مني أنا محمد عواد عبر قناة سلبي سبورت الأكثر تنوعا من حيث أشكال أفكار المحتوى عشان هيك بقولكم تشتركوا فيها حلقة هاي سريعة جدا لأنه الأخبار وصلت دور السوبر الأوروبي انتهى حلم السوبر الأوروبي انتهى عملت حلقة قبل يومين الحمد للجميع عشاد فيها هنا الأكثر شمولية تقدر تروح تشوفوا كل قصة دور السوبر الأوروبي اللي بدي أحكيه الآن قراءة سريعة بما حصل اللي حصل كتير بسيط اللي حصل مش أندي حست وأنبهى ضميرها لا أبدا اللي حصل فيه ناس وقفهم لأكثر من سبب السبب الأول شفت اليوم أمازون برايم أعلنت قرأت لك لا حبيبي أنا الجماهير ضد الموضوع أنا مش رح أنقل ما فيه معلن ما فيه ناقل فيسبوك كل هدول حكرا هيحط حلو بهذا المرمى إنه الجماهير تكرهني عشان أبيث مباراة لا أنا آسف حبيبي دور لك عغيري يونقل المعلنين المعلنين عندهم شيء اسمه حساسية مفرطة تجاه شيء سلبي ما بحطوش إعلانهم في المواقع الإخبارية السياسية عشان ما يكونش فيه حدا ميت هون ولا هون في الحروب بيبعدوا فبالتالي المعلنين إذا رحاوا حكوا مع أديدس بيبعد عني أنا شو دخني نايك ابعد عني شو دخني ردة الفعل السلبية الكبيرة اللي قادها إعلاميين عالميين نجوم عالميين يعني يشكر برونو فرنانديز يشكر يورغني كلوب يشكر حتى غوارديولا بكلامهم الصريح واللي يشكر أكثر جماهير تشيلسي لما وصلت رسالة واضحة الموضوع ما رح يمر بمسألة تطلع للتصريحين صحفيات وتفكر الأمور لا الجماهير هتأخذ خطوة هالمرة جدية جدا هذا كله أدركوا إنه الخمسة مليار اللي بدي يحطهم البنك أعتقد إنه خاف الفلوز مش هترجع نفس الاندي قالت لك شو هذا يعني إحنا ممكن نخسر أصلا المعلمين اللي معنا ينسحبوا نتيجة هاي الأجواء السلبية هذا الجزء الأول الجزء الأول أنه النموذج التجاري في ظل الرفض الشعبي ما بينجح هذا سبب الأول السبب الثاني وهو أيضا مهم جدا إنجلترا قادة الثورة لإفساد دور السوبر الأوروبي لا أكثر من سبب طبعا لبرميرليغ منتج اقتصادي رهيب عندهم فلوس سياحة ترويج تسويق أي قيم بدهم ينشروها بينشروها عبره وبنعرف هذا من أي شيء ينشروننا يا بينشروننا يا عبر الدور الإنجليزي البريميرليغ يوعد ثاني أكبر قوة ناعمة تملكها ببريطانيا القوة الناعمة هي أداة سياسية بس ليش فيها حروب مفيش فيها مشاكل شيء خفيف بعد مين بعد العائل المالكة بعد إليزابيث وعيلتها إذن هذا الكلام يخلي بريطانيا تقولك أنا أستغني عن قوة الناعمة الثانية اللي استثمرت فيها 30 سنة أستغني عن مصدر الاقتصادي مستحيل فأنت أجيت بدولة كاملة هذا الشيء الثاني الشيء الثالث شعر البعض لما بلش يسمعوا أراء الناس عن خطورة دور السوبر الأوروبي على المستقبل أعتقد بعضهم ما كان مدرك بعض هذه الأندية الآن أدركت كم واحد في ريال مدريد الآن أساسي أسسوا مدريد ما أسسوا فريق متوسط ثاني آخر يعني أنت كريب بنزيمة الآن راموس شبيليا وليون إيه مش إنت لو ما كان في فلوس مع ليون وشبيليا يعملوهم كان لا عندك لا راموس ولا بنزيمة هلند لو ما عنداش هلند ما عنداش إمبابي في كثير لعبين كنا ما حنشوفهم إذا أنت احتكرت الفلوس هذا كله اللي أسقط المشروع بعضهم أدرك أنه غلط هم بصراحة كانوا ثالث فئات فئة حبت تغنى أكثر وفئة أصلا زي برشلونة وريال مدريدي عليهم ديون كثير ديون اللي عليهم مقابل شو مقابل الألقاب مقابل السيطرة عشر سنين حققوا نجاح رياضي رهيب مقابل هاي الديون لهلا جاي تقول لي ادفعوا لي الديون طب ما أنت عملتهم نجاحات والثانيين ما ندانوا زيك مقابل هاي النجاحات ولو دفعوا زيك ممكن نجحوا زيك بعضهم شعر أنه الماضي بلش جره لورا بلش جزء من الماضي أرسنال تاسع عاشر الدوري ميلان ترتيبه بالتصنيف اتحاد الأوروبي 57 ممكن يرجع دوري أبطال بس عارفين المشروع لسه بعضهم حاول يستثمر في الماضي كل واحد عنده هدف منهم بعضهم حاول يزيد فلوسه حاول يزيد قيمته التجارية كل واحد عنده هدف منهم لكن كلهم أدركوا الآن أنه لو رحنا هناك احنا ممكن يتم عزلنا تماما وندخل بمشكلة أكبر ممكن هاي البطولة لو رفضت تكون قيمتها خمسة مليار أول سنة بعد سبع سنين تكون قيمتها كلها ع بعضها مليار مقسمة على عشرين نادي ميجي نرجع على دورياتنا يقولون لا خليكم مكانكم فالكل شعار أنه في عدم يقين رهيب هذا كله راح هذه الأسباب بظل شي مهم أنه اللي بيحكوه الأندية للاثناش في وجهة نظر في مشاكل مالية بكرت القدم في نموذج تجاري غير قابل للاستدامة في كرت القدم هذا النقاش صحيح كيف راح نحل هذا النقاش كيف راح نحل عدم الاستدامة هذه بأكثر من خطوة أولا الاتحاد الأوروبي للكرت القدم أدرك الآن أنه دوري أبطال أوروبا من حيث معلنين وشركاء وربما حتى ألية بث وطرق بث وطرق وعدد مباريات فيها نقطة ضعف حيحاولي يصلحها معهم حيجي يقعد مع بيريز وهدور أنا متأكد ويقولهم كيف كنتوا تقولوا خمسة مليار وإحنا كل دخلنا السنوي ثلاثة مليار فحيجي يتفق معهم على ألية يزيد فيها قيمة هذه البطولات عشان يزيد الفلوس اللي تتوزع على الأندي هذا أول شيء ثاني شيء الدول والحكومات حتضطر تدعم أنديتها المديونة بريطانيا أصدرت حملة دعم رهيبي لكل الرياضات إلا كرت القدم الآن حتدعم كرت القدم نفس الشيء إسبانيا حتصدر هذا الشيء وإيطاليا أعتقد قريبا حيدعم أنديتهم بحيث يمرقوهم سنة سنتين لعن ما ترجع الأمور هذا الشيء ثاني شيء بس في إصطلح ثالث مسؤولية الأندي مسؤولية الأندي ما تدفع لي رواتب لعن ما تربح 0 يورو آخر السنة يعني أنت ليش تدفع رواتب وانتقالات بقيمة ناديك كاملة وقيمة دخله أعتقد الأندي الآن لازم تعمل خطوة لورا وتجبر نفسها عن نسبة ربح وسيولة جانبية تبني فيها للمستقبل أعتقد الأندي الآن أيضا حترجع تصلح نفسها وتدخل بمشاريع تجارية مختلفة جديدة ربما استثمارات ما يسمى بالإي سبورتس يعني الرياضات الإلكترونية ربما حتى استثمارات حقية يعني مولات ونشوف ملعب ريا مدريد الجديد في استثمارات رهيبة بتجيب فلوس من خارج كرت القدم هيعملوا هذا الشيء أعتقد الجميع يتعلم إنه اللي إحنا ماشيين فيه بكرت القدم باخل بالحيط بأي لحظة الآن لازم يتغير النموذج التجاري اتحاد الأوروبي لكرت القدم أنا رجعت ميزانياته وكنت حكيت إنهم بدون ياخدوا حصة أكبر حصة أكبر صعب جدا تاخدها من الاتحاد الأوروبي لأنه لما شفته كيف عم بوزع الفلوس هو معلينها 2018-19-19-20-17-18 هو فعلينا ما بيخلي كثير كاش معاه هو ضايل معاه 700-800 مليون يعني عبر التاريخ في البنك الآن هذور حيحاخدوا منهم جزء عشان يدعموا الأندي ويمشوا أمورها بس بنفس الوقت الاتحاد الأوروبي ما رح يحاول يلغي الفلوس اللي بتفحل الاتحادات الصغيرة الاتحادات الصغيرة هي اللي بتطلع اللاعبين أو الأندي الصغيرة هي اللي بتطلع اللاعبين حيحاول بشكل أو بآخر يعطي الأندي الكبيرة فرصة تزيد داخلها من البطولات ربما يزيد المكافآت ويقلل فلوس الاشتراك في البطول يعني لما تدخل البطولة بدلا ما تاخد عشرين تاخد عشرة وتزيد مكافآت النتائج يعني ربما يلعب هذه اللعبة حيحاولي أعدل الوضع الأمور ما انتهت بهزيمة أي من الطرفين لكن انتهت بفوز كرت القدم انتهت بشكور حقيقي لجماهير تشيلسي ووقفتها أنا شخص كنت ضد البطولة بس لما عملت الفيديو الأول عملته بشكل صحفي إعلامي يعني شبه محايد قد ما أقدر لكن الآن بحكي أنا سعيد جدا وألف مبروك للي كانوا ضد البطولة وهارد لك للي كانوا مع البطولة وفي الورنتينو بريس فعليا كثير كلام حكام بارح واضح أنه غير دقيق لجب أن يسأل عليه ومنوصل هنا نهاية هالحلقة كنت معكم أنا محمد عواد موجود فيسبوك توتر وإنستغرام وضروري جدا نتابعونا على سيلفي سبورت في اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله